أكدت مصر والسودان على التمسك بمرجعية مصار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل سد النهضة بحث رئيس الوزراء السودانية عبدالله حمدوك في العاصمة السودانية الخرطوم مع وزير الري والموارد المائية دكتور محمد عبدالعاطي ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل المستجدات على الساحة الإقليمية وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وتطورات ملف سد النهضة واستقبل حمدوك المسؤولين المصريين بحضور وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس ومدير المخابرات العامة السودانية الفريق جمال عبدالمجيد وأكد الطرفان في تصريح صحفي مشترك على التمسك بمرجعية مصار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل سد النهضة وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة في العام عام 2015 وناقش الطرفان ترتبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السودانية دكتور عبدالله حمدوك إلى القاهرة وادي سبابا في القريب العاجل